يلخص شعار نريد وطنا الذي رفعه المتظاهرون منذ انطلاق ثورة تشرين كلما يتعلق برغبة الشعب العراقي في تغيير صورة البلاد التي لحق بها الأذى والدمار على المستويات كافة وما التصق بها من أدران الفساد وسوء الإدارة وعمالة قواه السياسية المعلنة للخارج وخاصة إيران صاحبة النفوذ الأوسع والأسوأ في العراق أسباب عديدة تقف وراء تصاعد النقمة الشعبية ومشاعر الكراهية تجاه الدور الإيراني في العراق مشاعر وصل التعبير عنها أحيانا إلى حرق قنصليات طهران التي لها منها خمس قنصليات في عموم البلاد إضافة إلى السفارة في بغداد فضلا عن مراكز ومصالح أخرى تأخذ طابعا تجاريا أو ثقافيا وتمارس الدورة التخريبية ذاته وهو مؤشر آخر على حجم الهيمنة الإيرانية التي باتت لا تطاق ناهيك عن حرق صور المرشد الإيراني علي خام مينئي وقائد فيلق قدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بينما ردد المتظاهرون في غالبية الساحات أهازيج وشعارات منددة بإيران كما شملت التحركات المناهضة لإيران إطلاق حملة واسعة لمخاطعة بضائعها في العراق تملك إيران عشرات الميليشيات المسلحة في العراق تعلن هذه الميليشيات دون مواربة أنها ستقف مع طهران في حال تعرضها لأي اعتداء بل وأظلم حين تؤكد أنها ستقاتل في الخندق الإيراني لو نشبت حرب مع العراق وبدى ذلك جليا في القمع غير المسبوك الذي جوبهت به التظاهرات السلمية على يد هذه الميليشيات والتي اعتبرتها طهران تهديدا مباشرا لمصالحها في العراق بل وصل التعالي والغطرسة الإيرانية إلى تهديد قاسم سليماني لرئيسي الجمهورية والبرلمان برهم صالح ومحمد الحلبوسي المحسوبين أصلا على المحور الإيراني لدفعهما إلى مزيد من التنازل والانصياع لرغبة طهران باختيار شخصية على هواها مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة تتويجا للحراك المتواصل الذي يقوم به سليماني إلى جانب المسؤول عن الملف العراقي في ميليشيا حزب الله اللبناني محمد الكوثراني في صلف قل نظيره في عالم السياسة الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 كان نقطة تحول في العلاقات بين العراق وإيران لصالح الأخيرة واليوم تدخل هذه العلاقة منعطفا جديدا وحاسما لصالح العراق بإرادة العراقيين أنفسهم في ظل وعي متنام لدى الأجيال الجديدة من الشباب التي باتت تدرك حجم الخطر الذي تمثله إيران على مصالحهم ومصالح بلادهم